الاستدعاء الديناميكي للتوابع بإمكانك ربط أسماء التوابع لمتحولات ومن ثم القيام باستدعاء التوابع من خلال هذه المتحولات سنشرح هذه الفكرة من خلال مثال بسيط ضمن مستند نص جديد وضمن معرفي لغة البي اتش بي قم بتعريف التابع سي هلو كما تعلمت سابقا والذي يقوم بطباعة العبارة هلو من خلال الأمر برينت هلو الآن قم بإسناد اسم التابع سي هلو إلى المتحول النصي فانكشن هولدر ثم قم باستدعاء التابع باستخدام المتحول فانكشن هولدر احفظ الملف بالاسم فانكشن فور دوت بي اتش بي وستجد أن المستكشف قد تعامل مع المتحول فانكشن هولدر كما لو أنه التابع نفسه وطبع العبارة هلو وهي المهمة المطلوب تنفيذها من هذا التابع موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة